إلى شبكة مرسلين من بغداد معنا أحمد مؤيد ومن كاركوك عمار حامد ومن الأنبار مرسلنا نبيل عزامي أهلا بك أحمد البداية لخص لنا جغرافية الغرق في العاصمة هناك مناطق مثل البلديات ومناطق حديثة أيضا وحدثت فيها صعوبات في حركة النقل والسير كيف الوضع عندك أحمد؟ مساء الخير هذه المطرة الثانية في بغداد بصراحة المطرة الأولى كانت أشد على شوارع بغداد على الاعتبار وبحسب المتحدث باسم أبانة بغداد السيد محمد الربيعي قال بأن هناك تلكم من بعض البلديات في مناطق بغداد تمت محاسبة على حسب قوله المسؤولين في هذه البلديات وتم حل الموضوع بدلالة استشهد بأنه هذه المطرة الأخيرة التي حصلت يوم أمس لم نفطر إلى تعطيل الدوام الرسمي ولم تفطر الحكومة إلى تعطيل الدوام الرسمي بدلالة أنه 90% من شوارع بغداد صباح هذا اليوم تم سحب المياه منها بالكامل وهذا موجود بأغلب شوارع بغداد لكن نؤكد على أنه هناك بعض المناطق أصبحت مستنقعات مائية كاملة أضرار مادية لأصحاب المنازل الشوارع بالكامل يعني خرجت عن الخدمة لعدة أسباب منها قد يكون أنه البنى التحتية لهذه المناطق عمليات الصيانة لم تكن بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع حجم كميات الأمطار التي سقطت على بغداد يوم أمس إضافة إلى أنه بعض المضخات التابعة لأمانة بغداد انقطع عنها التيار الكهربائي وسبب إرباق بعملية سحب المياه مضطرة إلى أمانة بغداد بإخراج صهاريج أو ساحبات صاروخية كما يسموها وسحبت المياه لكن تستغرق وقت أكبر بكثير بالتالي هناك ضرر على هذه المناطق نقطة رئيسية ربما يسأل المواطن لماذا تغرق بغداد في كل مرة الجواب وعلى لسان أمانة بغداد أنه منظومة الصرف الصحي منظومة قديمة جدا لا تتناسب مع حجم الانفجار السكاني الحاصل في بغداد بالإضافة إلى أنه هناك بعض المناطق ما يسمى بالزراع أو العشوائيات أو التجاوزات هي مناطق لا توجد فيها خدمات صرف صحي بالتالي هذه المناطق هي أكثر المناطق عرضة لأن تغرق في كل مطرة شكرا لك أحمد أنتقل إلى عمار حامد من كاركوك عمار كاركوك شاهدت وقوع خسائر بشرية ومادية جراء سيول كيف تعامل أهل كاركوك مع هذه الموجات المستمرة المطرية خاصة مع تحذيرات رسمية للسكان وتعطيل أيضا الدوام في المحافظة يبدو بأن المطر بدأ عندك أحمد نعم كما تشاهدون هذه لم يتوقف المطر في محافظة كاركوك ربما توقف لربع ساعة الصباح اليوم لكن موجات المطر مستمرة منذ يوم عمس في محافظة كاركوك وتسببت للأسف بخسائر بشرية ومادية وخصوصا في أطراف محافظة كاركوك وتحديدا في قضاء الحويجة ناحية العباسي هناك كمية كبيرة من الأغنام أخذتها السيول وجرفتها بالإضافة إلى امرأة جرفتها السيول أيضا في ناحية العباسي في قضاء الحويجة في كاركوك الأمطار مستمرة داخل المحافظة تمت السيطرة عليها لكن التيار الكهربائي أيضا مثل ما أكد زميل أحمد في بغداد في كاركوك أيضا عندما اشتدت أزمة المطر في المحافظة ليلة أمس التيار الكهربائي شهد انقطاعا مستمرا في بعض المناطق داخل المحافظة كاركوك وفي أطرافها أيضا أما بالنسبة للسيول وقوتها فكانت على أطراف المحافظة وليست في داخل المحافظة هناك شوارع توقفت عن الخدمة داخل المحافظة لكن جهود الدفاع المدني وبلديات كاركوك كانت واضحة في معالجة هذه الفيضانات التي حصلت وما اضطر الدوار الرسمية إلى تعطيل الدوام والمدارس والجامعات في المحافظة أما عن أطراف كاركوك فهناك أيضا حصل تسريف في بعض كما أكد في الخبر السابق تسريف في بعض الآبار النفطية التي تكون قريبة عن سطح الأرض هناك تسرب لمادة سوداء يقال أنها نفط أسود تسربت إلى المياه وبفعل السيول توجهت إلى نهر دجلة مما أدى إلى وصولها إلى محافظة صلاح الدين الموجة المطارية هنا في المحافظة لم تتوقف سوى بضعة دقائق صباح اليوم ولكن لحد الآن الموجة مستمرة كما أكدت لك في داخل المحافظة لا توجد فيضانات كبيرة بحجم شهدتها أطراف محافظة كاركوك أما بالنسبة للسدود فاتصالنا بمدير قضاء الدبس الذي يحتوي على سدان سد على الزاب الصغير وسد الآخر على مشروع الرأي أكد بأن نسبة المياه ازدادت خلال المطرة الأخيرة كما يسمونها من يوم أمس إلى الآن فمناسب المياه ارتفعت في هذه السدود أيضا شكرا لك عمار ننتقل مع زميل نبيل إلى الأنبار الأنبار مختلفة ربما انتشرت صور عن غرق الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار وأيضا شهدت وديان المحافظة فيضانات كيف تأثرت المحافظة بموجة الفيضانات والأمطار ضعنا أكثر في المشهد نعم علا منذ ليلة الخميس على الجمعة وسماء الأنبار ملبدة بالكامل في الغيون شهدت ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة زخات مطارية غزيرة جدا ربما كانت اختبارا صعبا أمام المؤسسات الخدمية هنا في محافظة الأنبار ولنتحدث عن المدينتين الأكثر زخما وكثافة سكانية الرمادي ومدينة الفلوجة أما بقية الأقضية فلم تشهد ما شهدت هذه المدن خصوصا على سبيل المثال القاطع الجنوبي لمدينة الفلوجة وأيضا القاطع الشمالي المستحدث هذه الأحياء تشهد ومنذ فترة ليست ببعيدة حملة إعادة تأهيل وأعمار البنى التحتية الموجودة فيها على صعيد المجاري وكذلك الشوارع ما زالت حتى الآن تعمل إلى هذه الفترة وافقت الأمطار مع هذه المشاريع لذلك شهدت الأحياء غرقا في غالبيتها لكن الجهد وخصوصا المضخات التي تسحب هذه الأمطار كانت فاعلة وكانت مهيئة من كبل البلديات في الأمطار أما الأقسام الداخلية التي طالب في محافظة الأمطار فهي مباني ربما كانت لم تحسب بنظر الاحتبار الزخة المطارية الثانية التي حصلت مساء أمس كانت كثيفة جدا تأثرت بها أغلب المباني والأحياء السكنية في مراكز مدن الأمبار الجانب الآخر الذي يمكن أن أتحدث به هو تأثير النازحين في مخيمات بزيبز إلى هذه المطرة في الشهر المطرة الأخيرة شكرا لكم مراسلين من بغداد شكر موصول لك نبيل عزامي وأنت تتحدث وأيضا عمار حامد وأنت تحت المطر وأيضا أحمد مؤيد شكرا جزيلا لكم